السلام عليكم مشاهدين الكرام وأهلا بكم في قناة باس نيوز يكنت جديدا معنا فضلا اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد ان شاء الله ونرجو منكم الضغط على زر الاعجاب بالفيديو فهذا يشجعنا على الاستمرار شكرا لكم أعلنت رئاسة الجمهورية الأحد عن التعديل الحكومي الجديد الذي كشف عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الخميس في خطابه للأمة الوزراء المغادرون وزير الطاقة عبد المجيد عطار وزير الصناعة فرحات ايتعلي براهم وزير الاشغال العمومية والنقل بالنيابة فاروق شعلي وزير الموارد المائية ارزقي براقي وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي محمد حميدو وزير التلبيئة نصير حرات وزير الرقمنة والاحصائيات مونير خالد براح وزير منتدى بلد الوزير الاول مكلف بالاستشراف محمد شريف بالميهوب وزير منتدى بلد وزير التجارة مكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي وزير منتدى بلد وزيرة البيئة مكلف بالبيئة الصحراوية حمزة السيد الشيخ كاتب الدولة لدى وزيرة الثقافة مكلف بالصناعة السينما تغرافية بشير يوسف سحيري الوزراء الجدد وزير الرقمنة والاحصائيات حسين شرحبيل وزير الصناعة محمد باشا وزير السكن والعمران والمدينة طارق بالعربي وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي محمد علي بوغازي وزيرة البيئة دليل ابو جمعة وزير الموارد المائية مصطفى كامل ميهوبي الوزراء الباقون عبدالعزيز جراد الوزير الاول صبر بوقدوم وزيرا للشؤون الخارجية كامل بن جود وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي وزير المالية أيمن بن عبدالرحمن وزير الطاقة والمناجي محمد عرقاب وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شمس الدين شيتور الطيب زيتوني وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق يوسف بن مهيدي وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد أجاوت وزير التربية الوطنية عبدالباقي بن زيهان وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي هيان بن فريح وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين ملكة بن دودة وزيرا للتقافة والفنون سيد علي خالدي وزير للشباب والرياضة إبراهيم بومزار وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كوثر كريكو وزيرا للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عبدالحميد حمداني وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية كامل رزيق وزير التجارة عمار بلحيمر وزير للاتصال ناطقا رسميا للحكومة كامل نصري وزير للأشغال العمومية والنقل عبدالرحمن بن بوزيد وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لهاشمي جعبوب وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بزم أوزوار وزيرا للعلاقات مع البرلبان سيد أحمد فروخي وزيرا للصيد البحر والمنتجات الصيدية عبدالرحمن لطفي جمال بن بحمد وزيرا للصناعة الصيدلانية نسين ضيافات وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا بالمؤسسات الصغيرة ياسين المهدي وليد وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة اسماعيل مصباح كاتبا للدولة لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مكلفا بإصلاح المستشفيات سليم سواكري كاتبا للدولة لدى وزير الشباب والرياضة مكلفة برياضة لخ قائمة الوزارات التي تم إلغاؤها دمج وزارتي الطاقة والمناجم دمج وزارتي الأشغال العمومية والنقل إلغاء منصب وزير منتدى بلد الوزير الأول مكلف بالاستشراف إلغاء منصب وزير منتدى بلد وزارة الثقافة مكلف بالصناعة السينماتوغرافية إلغاء منصب وزير منتدى بلد وزير الصناعة مكلف بالتجارة الخارجية إلغاء منصب وزير منتدى بلد وزيرة البيئة مكلف بالبيئة الصحراوية وبموجب هذا التعديل الحكومي قرر السيد رئيس الجمهورية تقليص عدد الدوائر الوزارية والتركيز على الفعالية في الميدان بإقحام كفاءة جديدة إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو شكرا للمتابعة والسلام عليكم